السلام عليكم أصدقائكم في قناة مؤيبرا اليوم بدنا نحاول نرفع تصنيفنا في الديفجن 1 كل ما تقدمت بالتصنيف يا شباب كل ما كانت مواجهتك أصعب يطلع على خصوم صنافين قويين في الديفجن واليوم رأى أراد لكم أكثر من مواجهة رأى أعتمد في المواجهات على تشكيلة 4213 وممكن في بعض المواجهات أغيرها لتشكيلة 4123 حسب ظروف المباراة وحسب طبيعة خطة الخصم اللي رأى يلعب ضد فيها يا شباب طبعا في كل مواجهة يا شباب رأى أغير لاعبين كنوع من التجربة والتغيير حتى لا أظل أعتمد على نفس اللاعبين في كل مواجهة ما بدي أطول عليكم أكثر يا شباب تابع الفيديو الآخر وبنهاية الفيديو رأى أعرض لكم إحصائيات الأخيرة في الديفجن 1 لا تنسونا من لايك والاشتراك في القناة ويلا بل ونبدأ مواجهتنا اليوم يا شباب محاولينا نرفع تصنيفنا في الديفجن 1 إن شاء الله في آخر فيديو وصلنا تصنيف 600 واليوم إن شاء الله نحاول نرفعه أكثر طبعا في هذه المواجهة يا شباب يعني منلعب إحنا ضد هذا الخصم المصنف 79 على الديفجن 1 لازم نكون مركزين طبعا تركيز عالي جدا حتى نقدر نفوز على هذا الخصم الصعب طبعا تشكلته قوية جدا لازم نكون مركزين في هذه المواجهة يا لنونو نحاول نعملها طلعات الكرة كممكن نعمل عليه هجمة ونستغل السرعة دنبابية يا شباب يوم نلعب بجناح أيسر كريان مبابي نضغط يا سلام حلو نحاول نعطيها نحاول نغطي على الخصم نضغطي olması نضغط كمل ضغط يا السلام يلا يا consolidation فرصتنا يا شباب وسجلنا الهدف الأول عن طريق لينيل يا شباب عن طريق خط دفاع من الأخصم وضغطنا عن طريق لينيل على الدفاع الخصم واستطعنا يا شباب أنه نأخذ الكرة بكل سهولة حلو الهدف الأول يلا يا كريم بنزيما كليان مبابي نمشي كليان وين السرعة يا سلام يا سلام السرعة كليان مبابي يا شباب السرعة نحاول سنة نونو نحاول نعمل عرضية بنونو لاله كريم كانت حلو الفرصة يلا مبابي كريم يلا يمسي سجلها يمسي يا السلام يا السلام والهدف الثاني عن طريق ليناه المسي مسي دائمًا موجود فئة المواجهات الصعبة فئة الدفجنون يا شباب هذا فراعي جدًا مليوني المسي والحد الآن مسيطرين على المواجهة لازلكم ركسين أكثر ممكن خصم يرجع بأي لحظة يضغط يا الشاكة حذاري من كليان مبابي شوف مبابي كيف يخترق هاي خطيرة هاي خطيرة يا كليان مبابي سريع جدًا يا شباب تزيداته الصاروخية ضغط دي بروين حذاري من رونالدينيو هاي النسخة الأسطورية خطيرة خاصة باعتمد على المغارات الفردية اللعندي اللاعبين يلا يا ميسي شواء كنسيلو حاول نبعها شواء كنسيلو لأن نعملها عرضية شواء نعملها عرضية دبل كيك السلام على دبل كيك من كريم بنزيمة ولكن لم تنجح الفرصة كانت فرصة رائعة جدًا من كريم بنزيمة ميسي يلا يا ميسي حاول نعطيه لكريم نضغط يا كريم مع الخصم عامل لشكله مراقبة لصيقة لكريب بنزيمة يا شباب يلا يا شاكا اضغط كليان خص الشوط الأول يا شباب لازم يمركزين أكثر في الشوط الثاني الخصم يعتمد على المهرات الفردية لللاعبين ومواجهته صعبة لازم يمركز أكثر يلا يا ميسي يا السلام على وينال يا السلام في هذه المواجهة ميسي رائع جدًا يلا دي بروين دي بروين حاول نعطيه لكريم بنزيمة خطأنا في التمرير اضغط يا كريم نضغط شوف الخطأ شوف الخطأ يا السلام سجلها يا كريم ومنح أنه لحقناها يا شباب في آخر اللحظات يا السلام وسجلنا هدف الثالث عن طريق كريم بنزيمة صراحة هدف غريب استضمت الكرة بالعرضة وعدين دخلت المهم جول يا شباب نعمل تغييرات نحط لوكا مودرش مكانت كيفين دي بروين يلا نونو نعطيها لكليان بابي يا السلام على السرعة والقوة البدنية عند كليان بابي امشي كليون وانك كريم تأخر جدا كريم يا شباب يلا لوكا فرصتنا يا لوكا تزديد ضائف جدا يا لوكا لو سدلناها قوة أكبر يضغط يجوى كنسيلو حذاري من هجوم الخصم القوي كاراسكو يضغط روديير شوف تيموري بعد اوه للأسف يا شباب الخصم بيتعادل في آخر الضقائق بعد من كنا فيزين كنا مسجدين هدف الثالث نضر كريم بنزيمة والخصم في دقيقة ثمانية ثمانية يسجلينا هذا الهدف التعادل للأسف هذا الخصم المصنف تسعة وسبعين كنا يعني قدمنا أداء جيد ضد هذا الخصم يلا كليون بابي كليون إلى نونو في آخر اللحظات نحاول يا شباب على الأسف خلص انتهت المباراة وتنتهي المباراة يا شباب صراحة كانت مواجهة قوية جدا ضد هذا الخصم خلونا نلعب مواجهة أخرى بهاي المواجهة يا شباب نحط مدرك يلا يا كريم بنزيمة نضغط يا كريم حلو الضغط من كريم يا سلام دي بروين نحاول نعمل اختراقات بكريم بنزيمة يا سلام اختراق يا سلام سجلنا الهدف الأول عن دريك كريم بنزيمة في المواجهة الثانية يا شباب في الديفجن اليوم شو اللي صار الخصم انتسحب على ما يبدو من بداية المباراة بعد مسجن هدف كريم الرائع جدا الصراحة مواجهتنا الثانية يا شباب ندخل جواب فيليكس كريم بنزيمة يا سلام جواب فيليكس فيليكس يا السلام يا السلام الهدف الأول في المواجهة الثالثة في الديفجن اليوم عن طريق جواب فيليكس قررنا ندخل جواب فيليكس في هذه المواجهة الثالثة اليوم اضغط يا كريم نحاول يا شباب حذار حذاري من كليان بابي يا سلام على توموري راعد جدا توموري في الدفاع اضغط يا رونالديني وشوف الخطأ الدفاعي اللي ارتكبنا على طريق تمرير خاطئة من توموري خطيرة هي خطيرة خطيرة من كليان بابي هدف جميل من كليان بابي اضغط يا نونو حذاري من المرتدة لا شوف الخطأ هي ممكن تكون خطيرة يا سلام على التصدي الرائع من نير يا شباب لسه كرة ما زاده خطيرة خطيرة هي اضغط يا نونو حذاري يا سلام على دفاع توموري انقذنا توموري كممكن نسجلها الخصم يلا فابينيو لينيل ميسي يا سلام حلو الكرة لكريم كريم نحاول نعطيها جواب فيليكس وينك فيليكس شوف الفرصة الرائعة شباب للراحت كان فرصة خطيرة جدا نكس بروكنية كان ممكن نسجلها ولكن اخطأنا في التمرير عن طريق كريم يلا كيميتش فيليكس حاولنا نعمل دبل كيك يلا لوكا مدرج لوكا لوكا يا سلام نحاول نعمل العرضية عن طريق لوكا لوكا والعرضية كريم بانزيما وينك كريم يلا كيميتش شباب فيليكس فيليكس كرة ملتفة شباب لكن كرة ملتفة ضعيفة جدا يا شباب يضغط جواب فيليكس راحت يلا فابيديو شوف الأخطاء التمرير مش وقتها يا شباب ممكن الخاص بسجلينا عن طريق هذا الخطأ شوف 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 هدف ذاتي يا شباب بالأسف هدف ذاتي بعد التمرير الخاطئ من الدفاع نحاول نعوض في اخر الضقائق يا شباب بدنا نعمل تغييراتنا نحاول نكثف الوجوم نقدم دي بروين نقدم كيميتش في الوسط نحط فابيديو بالنص لازم نركز في اخر الثواني يا شباب لازم نتعادل ما بدنا نخسر كثير نقاط في الدفجن لازم نركز يا شباب بعد ما نخسن سجل فينا الهدف الثاني يلا يا هالند نحاول عن طريق البديل هالند يا شباب يلا نمار نمار نستنى نونو نونو وانا كهلد نحاول نعطي الكرة لها هالند نكملها يا نمار نضغط يلا فابيديو بدنا نضغط على الخصم يا شباب في اخر الثواني يلا بصلاح وانك بصلاح يلا نونو نمار نحاول نخترق نمار يا شباب نعمل عرضية الى هالند وانك يا هالند يلا يا هالند يا السلام يا السلام يا السلام وهدف التعادل يا شباب في اخر الضقاء رائع رائع جدا هالند لازم نعبنا فيه اساسي اليوم والهدف التعادل عن طريق ايرلينغ هالند عمنا عرضية جميلة عن طريق نيمار الى هولند نيمار حاول نركز مع نونو مش وقت الفنية يا السلام نونو يلا ينونو هولند ضيع الفوز هولند يا شباب كان ممكن تنجحها العرضية ولكن هولند ضيعها للأسف كان ممكن تفوز في هذه المواجهة في آخر الضقائق لما تبقى سواء أقل من دقيقة للأسف يلا يا كيميش نحاول نعمل آخر هجم يا شباب يلا كيميش أسرع يا كيميش نحاول نعطيها بصلاح أغير موقع في آخر اللحظات يلا كيميش مرضو راحة الفرصة وتنتهي المباراة صراحة اليوم كلها مباريات قوية جدا هذا الفيديو لليوم خلينا أعرض لكم إحصائيات اللي وصلتها في الدفجن يا شباب تصطيفنا الحال 370 ونسبة الفوز 72% 23 فوز وتعادل 5 وأربع خسارات حكونا رأيكم في هذا الفيديو وحكونا أنتم حاليا بأي تصنيف في الدفجن لا تنسونا باللايك والاشتراك والسلام عليكم